حياكم الله مشاهدين الكرام تسعى تظاهرة الابتزاز الالكتروني في العراق بصورة كبيرة وفي بلد يعاني أصلا من مشكلات كثيرة وعديدة وهذا الابتزاز أصلا يهدد السن المجتمعي طبعا الظاهرة هذه طالت كل فئات المجتمع الأطفال النساء وحتى الرجال إذا المشاهدين الكرام بحرقتنا لهذا اليوم من برنامج ليشلا سنناقش الابتزاز الالكتروني ما هي أسبابه وكيفية معالجة هذه الظاهرة وكيفية الحفاظ على أنفسها من هذا الابتزاز لكن قبل الخوف بتفاصيل الحلقة تعالوا شوف على التقريب مراجعينكم نتيجة لظهور الانترنت ولجوء أغلب أفراد المجتمع إليه كوسيلة رئيسية من الوسائل الترفيهية والاجتماعية ومع تطور التقنية ظهرت العديد من المشكلات التي تتعلق بها وارتباطها بحياة الناس ولسوء الاستخدام من قبل البعض وجهل الكثيرين بكيفية التعامل مع الغرباء في المواقع الألكترونية حيث أصبحت حسابات التواصل الاجتماعي والبريد الألكتروني والمواقع معرضة بشكل ما للسرقات وعمليات الابتزاز والحصول على معلومات في غاية الخصوصية وأمكانية حفظها والتهديد بها لهذا يبحث الكثير من الأشخاص عن حلول آمنة وبعيدة عن المخاطر في حال تعرضهم للابتزاز الألكتروني فمع الانتشار الواسع والكبير لهذه الظاهرة زاد البحث عن كيفية حل هذه المشكلة نظراً لحساسيتها التي تكمن في خصوصيتها فخوف الضحية من الإفساح عن المشكلة التي وقع بها يجعل منه أكثر ضعفاً واستسلاماً للمجرم المبتز والذي يستغل هذه النقطة لصالحه ويقوم بالضغط النفسي على الضحية من أجل استغلاله بالأغراض اللي يريدها وحسب مختصين يجب على الأشخاص الانتباه جيداً عند استعمال وسائل الأنترنت بجميع أشكالها لكي لا نقع في مثل هذه الظواهر التي قد تدمر حياتنا في لحظة سهو والابتعاد عن الاستخدام الخاطئ لشبكة الأنترنت وفي حال الوقوع بمشكلة تخص الابتزاز يجب عليك التعامل براوية وحكمة والتوجه إلى أقرب مركز شرطة أو جهة أمنية مختصة بهاي الأمور إذن مشاهدين الكرام بعد مرجعنا التقرير ظاهرة الابتزاز الإلكتروني ظاهرة خطيرة على المجتمع هذه الظاهرة ظهرت بعد 2003 بسبب دخول الأنترنت إلى العراق بسبب العالمة بسبب انغماز الناس بالمواقع والشبكة العنكبوتية وتنقل بين هذه المواقع بصورة كبيرة وهذا الموضوع طالد مثل ما ذكرنا كل فئات المجتمع إذا جئنا حاجة عن الفئة الأولى وهي الأكثر تعرض لهذا الابتزاز هي فئة الأطفال طبعا الأطفال معرضين إلى الابتزاز الإلكتروني بسبب أنه عدم إدراكهم بالموضوع عدم إدراكهم بمدى خطورة هذه الظاهرة بالتالي سبب أنه الأهل يحاولون أنهما يعطون التليفون إلى الأطفال وهم بعمر صغير يعني نشوف الأطفال عمر أربع سنوات حتى سنتين سس سنوات لأنهما يمتلكون هذا التليفون ويتنقلون بين المواقع بصورة لا إرادية بالتالي هو هذا الطفل راح يدخل على مواقع عديدة وكثيرة راح يضغط على يعني إعلانات ممكن يعني أشياء يعني يجهلها الطفل بالتالي ما راح يعرف شنو خطورة أيضا نقطة أخرى نشوف أطفال عمر سس سنوات سبع سنوات وحتى عشر سنوات أنهما يمتلكون جهاز الموبايل هو يعني خاص لهم بالتالي عندهم خط خاص باسمهم بالتالي عندهم موقع على الفيسبوك على الإستجرام أيضا باسمهم هذا الموضوع بدي عرضهم إلى هذه الظاهرة أنه متابعة الأهل معجومة بسبب إفراطهم الكبير بهذه المواقع جلوس ساعات طويلة على هذه المواقع بالتالي راح يتعرض إلى الإبتزاز الإتفروني هنا الطفل راح يتعرض إلى هذه الظاهرة بالتالي راح يخاف أنه يخبر أهله بهذا الموضوع يخاف أنهما يقولهم أنه أنا مثلا جاتني كذا تهديد أو ما يعرف مجرد أنه راح المكتز يضغط على الطفل حتى أنه هو مثلا من أجل ما بلغ من المال أو ممكن يتحرش أو ممكن يعني تفاصيل كثيرة أشياء مخلب ذاقة العام يطلبها من الطفل هنا الطفل مثل ما ذكرنا أنه راح يخاف أنه يطرح هذه المشكلة إلى الأهل إذن الموضوع بحاجة إلى عناية ودراية بالتالي حتى نحافظ على أطفالنا من هذه الظاهرة بالتالي أنه نحن نحتاج إلى نفهم بموضوع أنه هذه المواقع خطرة هذه المواقع لا يصنع ندخلها لا يصنع نضغط على أي رابط ونوافق عليه لأن الأطفال هنا لديهم حب الاستطلاع والفضول حتى يعرفون شنو ورا هذا الرابط شنو راح يظهر بعدها بالتالي راح يجهد مو فقط أنه هو يعني على الإبتزاز أنه هذه المواقع تحتوي على أمور كثيرة وعديدة هي ما تسمح للأطفال أنهما يشاهدوها إذن نحتاج إلى متابعة الأهل بخصوص هذا الموضوع حتى نتفادى هذه المشكلة لأن الطفل هنا راح يلدي طلبات المبتز بالتالي ممكن أن الطفل يتعرض إلى القتل ممكن أن هذه الظاهرة حتى نفس الطلبات المبتز ممكن أنه راح يسرق راح يقتل وتفاصيل كثيرة وعديدة السؤال هنا ما هي أسباب زيادة الابتزاز الإلكتروني في العلاق بهذه الصورة الكبيرة رغم محاولات الجهات المختصة بالقضاء على هذه الظاهرة أو ملاحقة المتزين ما هي أسباب شو الجواب؟ راجع لكم طبعا جميع يعرف الأثر الكبير الذي تتركه جريمة البتزاز الإلكتروني على المجتمع ككل والأفراد الموجودين داخل المجتمع والاستمرار في التقدم السريعي التكنولوجيا وأشكال الجريمة عبر الأنترنية الجريمة الإلكترونية ومن ضمن قضايا الجريمة الإلكترونية البتزاز الإلكتروني اللي هو يما يكون مطالبة بمال أو معلومات أو مكاسب أخرى من الأشخاص والشركات وتفاصيل متعلقة بالتهديد طبعا التهديد يضمن نشر أمور خاصة بالناس أو أمور مخزية أو بيعناس سرية أو قضايا على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا الطرق مختلفة اللي يتم تنفيذ بها عملية الابتزاز ومع التطور والتقدم التكنولوجي أكيد تتطور وتتعقد هذه الطرق ويحتاج لها جهود حقيقية لمكافحة هذه الجريمة وأيضا يجب تحديث السياسات المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة بالنظر لطبيعة المتغيرات الخاصة بها وعلى الرغم من أن القانون العقوبات العلاقي موجود وبمواد قانونية ممكن تبويبها ولكن نحن في حاجة ملحة إلى قانون الجرام المعلوماتية اللي يضمننا أن نقل أو نحد من تأثير هذه الجريمة وبصراحة مع استمرار التطور يستمر ارتفاع عدد الضحايا في قضايا الابتزاز الإلكتروني أيضا جرام الإلكترونية ترتكب من خلال استخدام التكنولوجة ضد الأفراد أو الجماعات بقصد يعني إقاع الضرر أو الأذية بهذه الجماعات أو الأفراد وممكن أن يكون الضرر مباشر أو غير مباشر يعني جسديا نفسيا ماليا وأيضا ممكن أن يكون الآثار طويلة تلمدى يعني ممكن أنه فيديو يصور لطفل عمره خمس أو سس سنوات ويوم أمس كان عندنا حلقة عن هذا الموضوع وبعد عشر سنوات تم ابتزاز هذا الطفل لما أصبح شاب في عمر 16-17 سنة تم ابتزازه بقضية المقطع الفيديو اللي تم تصويره هو طفل وكان مبوعية وطلب مبلغ مالي عالي من عنده ولمن مطل المبلغ تم نشر هذا مقطع الفيديو أهل الطفل انتقلوا من مكانهم اللي ساكنين بيه الشاب اللي صار شاب وأيضا الشخص اللي نشر هذا مقطع الفيديو أيضا هرب إلى جهة مجهولة هو وعائلته وتركه ومنزلهم ودخلت المشاكل بأوجهه على العائلتين بصراحة قضايا الاختراق أيضا الحسابات الشخصية في الفيسبوك والإنستجرام وأيضا استعادة المحتويات اللي موجودة على الهاتف المحمول بعد بيعه وسرقته أيضا يكون تأثيرها كث كبير جدا وتكون جزء من قضايا الابتزاز طبعا المجرمين بقضايا الابتزاز بالعادة ما يستهدفون الناس المعارضين للخطر في ذلك الأطفال والشباب ويركزون عليها ولكن لم تقتصر هذه القضايا فقط على الشباب والأطفال ولكن حتى كبار السن لم يسلموا من قضايا الابتزاز سواء ذكور أو الناس طبعا ووثقنا عدد من الحالات اللي تتعلق بالتجاوز على كبار السن من خلال التزاز من صور أو مقاطع الفيديو أو ما شابه ارتكاب الجريمة بصراحة مرات يكون الدافع متنوع بشكل عام أنه يكون الدافع عما مادية أو نفسية أو عاطفية وقد يعني المجرم أو المتهم بهذه القضية قضية التزاز أو التقائم بها ما يعرف الضحية اللي يستهدفها وما يعرف الضرر اللي رح السبب هذه الجريمة على حياة الضحية وعلى حياتها أيضا غالبا ما يكون الهدف مرتبط بصراحة بالمنفع الموالية للضحية أيضا هناك حالات كثيرة يعني لا مجال يسردها بقضاء التزاز أكتروني ولكن نتحدث عن أنه التطبيقات هس هو مترويج التطبيقات ولكن تطبيقات تركت عدد من الخطوات ممكن أن نتأمن حماية سكورتي للحسابات وأيضا نحن دائما ما ننصح المواطنين بعدم أرسال محتواتهم وصورهم حتى فيما بينهم ممكن أن الحساب اللي يدزده صوره هو يخصك أخوك أختك ابنك بنتك زوجتك زوجتك ممكن أن يكون هذا الحساب مختلق وممكن أن تروح هذه المحتويات أيضا قضايا تأمين الجيميل والتفاصيل متعلقبية وحفظ المحتويات في هذا الجيميل وخصوصا الجيميلات اللي تمشي راحا من الشارع من خلال الكارتات اللي موجودة في محلات بيع هذه الكارتات كارتات الجيميل وممكن اختراقها بطريقة معينة إضافة لذلك أيضا التطور التكنولوجي ترك أثر كبير في هذا الموضوع أيضا أقدم بعض من الفتيات على الانتحار بسبب تعرضهم لابتزاز أو تعرضهم للقتل من قبل أهلهم بداعي غسل العار أو الشرف أو ما شابه وكل هذه التفاصيل تدخل في مجال ابتزاز إكتروني القضايا العراقي بواب مواد قانونية موجودة في قانون عقوبات العراقي لقضايا الابتزاز إكتروني ومكافحتها ولكن أرجع وأقول أننا محتاجين إلى قانون يواكب التطور التكنولوجي الهائل ويواكب إلى 2022 وتحدثت في أكثر من مكان ويقولت أن القانون الذي تم إعدادها سابقا لا يواكب إلى 2022 ممكن يواكب فترة 2010-2012-2015 ممكن ولكن بعد هذه السنين لا هناك ثورة كبيرة في قضية وسائل التواصل الاجتماعي وطرق الاحتيال الموجودة بها والتي تشعبت كثيرا ووصلت إلى قضايا السحر وقضايا الشعوذة والدجل والاستدراج والروابط الملغمة وصفحات الوهمية وطريقة دراسة الحالة للضحية وبعد ذلك استهدافها أيضا حتى المشاهر لم يخلصوا من قضية الابتزاز إلكتروني في الغالب ما يلاحقون بهذه القضايا ويتعرضون إلى ضغط نفسها وشفنا عدد من الحالات موجودة على الواقع وتم تسجيلها أما قضية الاحصائيات وهذه التفاصيلة يمكن حصلها بشكل دقيق كون أغلب قضايا الابتزاز ما يتم التبلغ عنها بسبب خوف الضحية من المجرم اللي ارتكب هذه الجريمة ومحاولة مسايسته لغرض الخلاص من قضية الفضيحة وعدم الوقوع في قضية الفضيحة كون أننا مجتمع محافظي يرفض هذا الموضوع هذه رسالتنا إن شاء الله رسالة تصل إذن مشاهدين الكرام طبعا نظاهرة الابتزاز الالكتوني تزداد أرقام وضحايا بصورة كبيرة نحن تحدثنا عن الضحية الأولى وهي الأطفال نتحدث عن الضحية الثانية وهم النساء والمراهقات بسبب أن النساء والمراهقات هم العنصر الأضعف بهذه الحلقة بسبب أن المرأة عندما تتعرض إلى الابتزاز راح تخاف بصورة كبيرة من الأهل المجتمع أنه تكون هي ضحية ونظرة المجتمع عليها بالتالي هذا راح يسبب لها مشاكل عديدة وكثيرة النوع النساء اللي تعرض لنا إلى الابتزاز الالكتوني ممكن أنه تذكر أنه يعدها علاقة مع الشاب ممكن أنه علاقة الحب بعدها سبب انفصال بالتالي راح يبتزها أو الصداقة وكذا تفاصيل لكن أكل نوع آخر من الابتزاز هم النساء اللي تعرضنا إلى الابتزاز عن طريق اختراق الحساب حسابها الشخصي بالتالي راح أنه هذا المبتز يدخل على جميع المواقع راح يسحب الصور بالتالي راح يبتزها بيها الصور الشخصية أو المعلومات الخاصة هنا الفتاة عندما تروح لأهلها وتبلغهم بهذه الحالة ممكن أنه الأهل ما يستقبلوها شنون؟ راح يقوله أنه يعني فسروها بمنظور آخر أنه أنت عندش علاقة ويا الشاب هنا راح يستمر لها مشاكل كثيرة بعض النساء يحاولون أنه هما يشتكون على المبتز وهناها النساء اللي يشتكون على المبتز بالتالي راح تنقذ حياتها وراح أنه هي تحسن من وضعها الحالي اللي هو بحالة الابتزاز لكن بعض الفتيات أنهما يخافون أنهما يشتكون مثل ما ذكرنا نظرة المجتمع يعني محضورة العراف الاجتماعية والعشائرية وتفاصيل كثيرة وعديدة وتدخل هذه الحالة بمسألة السمعة ومسألة الشرف النقطة اللي يجب أن نتقرها بهذه الحالة أنه يجب على كل امرأة تتعرض إلى الابتزاز يجب أنه روح أنه يقدم شكوى بالمراكز المختصة بالشرطة المجتمعية بالأمن الوطني بجرام المعلوماتية يعني حتى هناك أرقام خاصة أنه يتقدمون الشكوى من خلال هذه الرقم حتى يحاولون الجهات المختصة أنه يتلاحق المبتز لكن إذا بقت الحالة أو الوضع على ما هو عليه أنه يبقى يبتزج ممكن أنه من موضوع المال يتحول إلى طلبات أخرى أنه ممنوع ومستحيل أن الفتاة تستطيع تلبيها إذن مشاهدين الكرام نحتاج إلى وقفة جادة نحتاج إلى تثقيف لأن بعض الفئات والنساء وصورة عامة يعني المجتمع بعض الفئات تجهل الاستخدام الصحيح لمواقع الأنترنيات مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عامة بالتالي راح يوقع أنه هي راح تقع بخطأ وهذا الخطأ هو بسبب استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهذه الفتيات مشاهدين الكرام أكيد أكو نقطة مهمة جدا نتكرها بحلقتنا لهذا اليوم أنه بعض الفتيات يحاولون أنه يتناقلون صورهم الشخصية صور المناسبات الحفلات وحتى صورها العادية أنه بين الصديقات المقربات بين الأهل بين بنات خالها بين بنات عامات بين تفاصيل كثيرة وعديدة هذه الاجتماعات والحفلات اللي تكون بين الأقارب هنا عندما تتناقل هذه الصور راح ممكن أنه حسابك ما يتعرض للاختلاق لكن حساب اللي تعملش بتخالش صديقتك أنه يتعرض إلى الاختلاق بالتالي أيضا راح يسبب مشاكل عديدة وكثيرة هنا نحتاج إلى ثقافة بهذا الموضوع لأن مهما كان مؤمن الحساب راح ممكن أنه يتعرض إلى الاختلاق بطرق عديدة وكثيرة موجودة الآن ونشهدها على كل مواقع التواصل الاجتماع بالتالي هناك تحذيرات كثيرة وعديدة من هذا الموضوع نحتاج أنه مثلا صورنا الشخصية العادية نحتاج أنه نحفظها برام خاص يعني هذا تكون ملكنا أنه حتى ما نقع بخطأ الابتزاز الألكتروني مشاهدين الكرام عندنا سؤال وهذا السؤال يطرح من كل فئات المجتمع أنه كيفية الحفاظ على حسابي من الاختلاق وبالتالي كيفية الحفاظ على نفسي أنه حتى ما تعرض لابتزاز الألكتروني بالصورة عامة شوف الجواب راجعي اليوم وبسبب تطور السريع التكنولوجيا أصبحت هناك جوانب عدة منها إيجابية ومنها سلبية لهذا التطور التكنولوجي ومن ضمن السلبيات التي يعاني منها جزء كبير من المجتمع العلاقي بصورة خاصة والمجتمع العالم بصورة عامة إلا وهو الابتزاز الألكتروني والاختلاق الألكتروني موضوع كبير جدا متشعب يصعب فهمه ويصعب حل هذه المشكلة لعدة أسباب على الرغم من معرفة الجذور الأساسية لهذه المسببات موضوعنا اليوم هنتكلم كيف يمكن للشخص محاولة حماية نفسه من هذه السلبيات نعم قلت محاولة لأن لا يمكن لأي شخص أن يمنع نفسه منع الباطن من مواجهة هكذا سلبيات كالابتزاز الألكتروني والاختلاق الألكتروني فالابتزاز الألكتروني اليوم أصبحت تدير عصابات كبيرة وذلك الأغراض عدة ومن أهم الأغراض التي تديرها هذه العصابات هي جني الأموان من الناس والضحية واحدة فتاة أو شاب لن يتلقون النصائح أو لن تكون هناك متابعة عليهم من قبل الأهل فهي الجذر الأساسي لهذه المشاكل وأيضاً بسبب الانخراط إلى السلبيات لاستخدام التكنولوجي في سن المراهقة فنحدد جذور المشكلة وهي الأهل والمتابعة المستمرة لأبنائهم أما بالنسبة هذه بالنسبة إلى الضحايا أما بالنسبة للطرف الآخر وهو المبتز يسعى بتحديد المبتزين من قبل الأجهزة أو من قبل الأشخاص الذين يسعون إلى تحديد المبتزين هوياتهم بسبب تخفي شخصياتهم بحسابات وهمية تعود مسمياتها أما لفتيات أو شخصيات أخرى أو لأغراض تجارية يستقطبون بها الضحايا حتى يوقعوهم في فخ الابتزاز الإلكترون لو نحكي عن الابتزاز فالابتزاز متكون من شخصين شخص مبتز وشخص ضحية يقوم الشخص المبتز طبيعة العلاقة بين شخص مبتز والضحية هل هي علاقة واقعية أم علاقة وهمية على السوشل ميديا تقسم إلى عدة أنواع منها الابتزاز المادي الابتزاز الجنسي أو الابتزاز الإجبار الضحية على خدمة المبتز بعض الأحيان الشباب يطون ثقة على الأنترنية لأشخاص ما يعرفوهم مواقعيا فإذا شخص عرفنا على السوشل ميديا وعرفنا أنه هو هذا الشخص ممكن يكون صحيح أنه فتاة مقابل فتاة شاب مقابل شاب ما ندخل بتفاصيل أعمى كأرسال صور أو تبادل معنومات مهمة أو تبادل أسرار بينناتنا إلى آخرية فالأسباب بالنسبة للأشخاص المبتزين هي تصير أما بسبب الطلابات النفسية من فترات مبكرة من حياتهم أو بسبب رغبات جنسية أو لحصول على أموال أو بسبب استغلال أو إتاحة الفرصة من قبل الفتيات مشاهدين الكرام هناك فئة أخرى أيضا تتعرض إلى الابتزاز الإلكتروني وهذه الفئة ممكن أنها سبب صدمة لكثير من المواطنين بسبب أن الزوج يبتز زوجته وهذه صورة غير طبيعية في مجتمع يعني أصبحت هناك الأمور التي غريبة تتزداد به بالتالي تتسبب مشاكل كثيرة وعديدة الكل استغرب من هذه الظاهرة لأن هناك مشكلة كبيرة عندما الزوج يبتز زوجته ممكن عاطفياً ممكن يبتزها بأطفالها يهددها تفاصيل كثيرة محاكم العراقية شهدت مثل هكذا نوع من الابتزاز عندما الزوج يحاول يبتزها حتى يحصل على أطفالها حتى تتنازل عن النفقة بالتالي هنانا راح تجبر هذه الزوجة حتى تتنازل بالتالي حفاظاً على نفسها على سمعتها ممكن أنه بالتالي هذه الحالة تفسر عند الأهل وعند الأعراف الاجتماعية أنه هذه ممكن أنه سبب الطلاق بسبب السمعة بسبب أنه كذا تفصيل أنه زوجها حاول أنه يعني استمسك أو حاول الزوج أنه نقول مثلاً أنه يلزم مستمسك عليها أو بتفاصيل كثيرة هناك راح تنجبر الفتاة بتربية طلب المبتز ممكن أنها فعلا تتنازل عن نفقة عن أطفالها إذا المشاهدين كرام طبعاً هناك حالة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تقريباً قبل أسبوع أنه زوج تزوجته وهددها أنه راح ينشر صورها الشخصي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع مبلغ من المال وهذا المبلغ كبير طبعاً الزوجة حاولت أن تتواصل مع الجهات المعنية والمختصة بهذا الموضوع وفعلاً فعلاً الجهات المختصة حاولت أنه الوصول إلى هذا الزوج وحاولت أنه هي تحل المشكلة مشكورة الجهات المختصة إذن نحتاج إلى وعي يجب أنه لا نجعل المرتز أنه هو يبتزنا فعلاً يجب أنه من خاف هو اللي خاف لأن هناك جهات ساندة للنساء ولكل ضحية من خلال هذا الموضوع طبعاً نحتاج أنه نصدط على هذا الموضوع أكثر زلنا للشارع العلاقي تناقشناه يا المواطنين وعرفنا أنه ماذا يفعل لو تعرض إلى الابتزاز وكيف ممكن أن نعالج هذه الظاهرة تعالوا نرى أراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع ولا أجعل والله نحتاج إلى قانون نحتاج إلى شجاع عن هذا الشي لازم يعني للبشر أن يكون شجاع بهذا الشي وهذا أكبر خطأ أن الابتزازة لكترون تعرفين أطفال وبنات يعني ديرهم ضحية وهوائي ديرهم من العوائل الضحية خاصة هاي الحفلات والقاعات مال الأعراس ومن وحدة الصورة صديقتها زين أنه هي صديقتها ثاقة بها وهيها صديقتها تروح تطيها الزميل زين هي يعني تعرفين عقل اللبنيش يكون بسيط فإحتيتي يعني بسرعة تنسحب هذا أكبر غلط نحتاج إلى قانون أني يراجع بهذا الشي أكبر غلط تخلي ثقة بنفسها أنه لا تدز صورتها الشخص يعني صديقتها أو هاي هذا الشي أكبر غلط أنه تخلي صورتها محافظة عليها هي شنو سبب لدي صورتها مثلاً راحت بحفلة لو راحت اشترت ملابس جديدة تلبس أن تدز صاد صديقتها تقلها تشوفوا يعني اشتريت هذا الشي صديقتها راح تضل حافظة بالصورة زين من راح تضل محافظة بالصورة راح تدزها هاي الصورة المنص صديقتها صديقتها تتلع شوفي فلانة شون لابسو هاي من واحدة راح تنشر هاي الصورة يختراق الحساب يعني ممكن هذا الشي بسيط هذا لازم يعني يعني الواحد يحافظ على هذا الشي وليبناء يعني شنو هي يعني إذا ضاعت هاي الصورت راح تنشر وينتنكسر رقوبتها خطيئة قدام أهلها وراح تتأذى وراح تروح الثقة من عدها حتى لو كانت هي مظلومة بس احنا ما نعرف مظلومة هساني مثلا يعني شون عرفاني مظلومة هي دازتها وهاي صديقتها وراح تجيها بشي تسرع وعصبي وهاي وراح تنظره وتتأذى هي والله هو الابتزاز يعني صار حتى والأطفال ويعني المجتمع جاء يغلط هو يغلط بأنه يترك جهالة وما يراقبهم ويترك الأطفال لو يطيهم يعني يعني شون أقلتش يعني مثلا يخليهم يعني بعيدين عن نظرة وبعيدين عن كل يعني المجتمع والمجتمع يعني حتى لا يرحم لها لا يعرف صغير ولا يعرف كبير فيحتاج يعني مراقبة للأطفال وعناية وأنه يعرف ابنه وين يطلع وين يجي وين يروح الموبايل يعني هو هم شي غلط يعني يصير للطفل لازم أطيل التليفون بس لازم أراقبه يعني أشوفه شي يسوي ما يسوي مو أحر ما يبلعكس هو التليفون والنت وهذا كله تطور يعني ويفهمه ويخليه بس يعني يكون يستعمل بصورة صحيحة وما يختلط بغير أمور وغير شغلات وخاصة يعني احنا المجتمع عمالتنا والشارع يعني كل شي يعني مو زين ومو تمام وضع والله يوم الابتزاز الكتروني هو الوقت تختلف ومو ذاك وقتنا وهي تتبع تربيته ولازم مثلا احنا مثل ذاك يقول شعب واحد يكون أمه يعني البنات الولد يعني يصيرون مثل الخوان هي وتتبع تربيته ولازم كل واحد يحافظ على حسابه الخاص ومو يخترق مثلا حساب البنات وغاية اي مثل يعني مثل أخوات يعتبرهم لازم يروح يبلغ إذا ما يبلغ راح يستغلون بصورة صحية لازم يبلغ الجهات الأمنية يبلغ يبلغ الداخلية يبلغ وزارة الشؤون الاجتماعية يبلغ الشؤون إذا راح يظل يبتزوا راح يستغلون هاي الحالة يعني شنقول انتشرة الابتزاز حتى الأطفال يستغلوهم يستغلوهم يعني غير المسائل لازم هذي يقرضوا عن هاي الحالة إذا تبقى هذه الحالة صراحة ظاهرة موزعة موحلوة فال هذولا كلهم نصهم متشردين المفروض هسه احنا من الدولة تحتضنهم هذي أخوه أبو ابن ابن أخو ابن عم لازم شنو أكو رعاية وراهم ليش هالطفل سرع يدخشمر هذي صوت من التربية يعني هسه طفل عمره سنوات تليفو أنا خاص بي يرى هذا التليفون بأشكال رواية تطلع المفروض هاي غلطة ظاهرة غلطة إذا مشاهدين الكرام والابتزاز الإلكتروني لا يقف عند الأطفال والنساء فقط حتى الرجال تعرضوا إلى الابتزاز الإلكتروني بسبب أما يكون غني أو دو منصب يعني تفاصيل كثيرة وعديدة أو بسبب مشاكل مع يعني أصدقاء أو أقارب أو تفاصيل كثيرة وعديدة أيضا يهاجم ويبتز الإلكترونيا ممكن أنه يهددوا بنشر معنومات عن عمل الخاصة بنشر يعني أسرار كثوات في البيت هذه يحتاج لها تفاصيل كثيرة وعديدة المبتز راح يدرس هذا الموضوع من كل جوانبه ويعرف الشون أنه يبتز هذه الفئات طبعا مشاهدين كرام موضوع الابتزاز الإلكتروني هو موضوع خطر يحتاج إلى تركيز وعناية بسبب بسبب أنه بعض الحالات من الابتزاز الإلكتروني بصورة عامة أطفال نساء رجال وكل الفئات المجتمعية تكون معرضة إلى أما الانتحار يعني بسبب أنه المبتز يضبط على الحالة النفسية والمبتز يعرف أنه النقاط الضعف لكل ضحية بالتالي يعرف شون يتعامل معاها هنا بسبب الكتمان والحالة النفسية والاكتئاب ممكن أنه هذه الضحية ممكن أنه هي تهرب من البيت أو ممكن أنها تنتحر أو ممكن تقتل أو تقتل بالتالي هذه حالة خطرة حالة تحتاج إلى تفهم الأهل لموضوع الابتزاز ممكن حالة تكون مثلا عدها علاقة مع الشاب أو ممكن أنه صديقها أو تفاصل ممكن أنها تكون مظلومة فعلا ممكن أنها مالها أي ذنب يحتاج صديقتها لنشاط الصور يعني هذا يحتاج إلى فهم أكثر يحتاج إلى أن نحن نقعد ويضع ضحية ونعرف نتحاور معها بالتالي نحتاج إلى توعية بما يخص أنه الضحية يجب أن تناقش هذا الموضوع مع الجهات المختصة مثل ما ذكرنا هناك حالات من الجهات وأرقام عديدة وكثيرة تتكرها الجهات المختصة بموضوع الابتزاز هي بالآلاف لكن هناك حالات أكثر وأكبر بسبب أن الحالات هي لا تتحدث عن الابتزاز الذي تعرضت له طبعا مشاهدين الكرام هذا الموضوع يحتاج إلى قانون خاص بالجرام الإلكترونية طبعا الابتزاز الإلكتروني كان موجود قبل 2003 يعني بابتزاز بصور أو معلومة يعني تهديد يعني موجود لكن قوانين خاصة به لحد الآن غير موجودة فإننا نحتاج إلى تفعيل قانون الجرام الإلكترونية حتى تكون هناك يعني عقوبة رادعة وصالمة بحق كل مبتز بالتالي حتى يعاقب حتى يقف عند حد ه لأن مثل ما ذكرنا هناك حالات كثيرة وعديدة ما تحاول أن تظهر هذه النوع الابتزاز التي تعرضت لا حتى تخاف من المجتمع مثل ما ذكرنا قبل قليل وأيضا نحتاج إلى تكاتف الجهود من سواء الأهل الجهات المختصة وحتى الضحية يجب أن نتبلغ بأول ما تتعرض إلى هذا الابتزاز حتى نتخلص ونقضي على المبتز السؤال هنا مشاهدين كرام كيف يعاقب المبتز في ظل عدم وجود قانون خاص بالجرائم الكترونية وكيفية أن نحن نحاول أن نحدد القانون وما هي العقوبات الصارمة والحقيقية حتى نحد من ظاهرة الابتزاز الكتروني مشاهدين كرام شكرا وراجع لكم إجابة بداية على سؤالكم كيف يعاقب المبتز أحب أنه وضح الذي يحكم المجتمع هو نصوص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 فيتميز هذا القانون بتنوع العقوبات فيه لم يترك جريمة أو جنحة أو مخالفة أو أي ظاهرة تنتشر في المجتمع إلا وضع لها عقوبة كبيرة طبعا مع تزايد وانتشار واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي انتقلت الجريمة من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي خصوصا جراء مع الابتزاز من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كالتشير والسيب وانتحال الصفة أو أي جريمة أخرى يعني يمكن أن يرتكبها الشخص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فكيف يعاقب المبتز عقوبة الابتزاز طبعا يحكمها قانون العقوبات المشار إليه آنفين في المواد من 430 إلى 433 أو 34 تتراوح عقوبته يعني حسب المادة 430 بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو الحبس وباقي المواد تتراوح العقوبة من الحبس إلى الغرامة أو حبس وغرامة حسب الفعل الجرمي المرتكب من قبل الشخص وبالإضافة لسؤالكم الآخر هل توجد قوانين رادعة ويمكن أن تحد من هذه الظاهرة طبعا أحب أن أجيب بالتأكيد هذه القوانين الواردة في نصوص القانون العقوبات العراقي هي قديمة فبالتأكيد أن أغلب الجنات متمكنون في جوانب التقنية وعلى علم تام بها وكيفية التعامل معها ليس من السهل أبدا الإيقاع بهم يعني أصبحت الغالبية على علم بكيفية اختراق حساب عن طريق عمل حساب فيسبوك وهمي والإيقاع بصور أو فيديوات للضحايا ومثم ابتزازهم فلو كانت تلك القوانين وحدها قادرة على ردع المجرمين لما احتل العراق المرتبة الثانية عربيا في جرائم الابتزاز الإلكتروني وما انتشرت يعني بهذه الصورة لذا فأن هذه القوانين لم تكن قادرة وحدها على حماية ضحايا الابتزاز في العراق يعني بمعنى يجب على المشرع العراقي سن وتشريع قانون خاص ومنفصل عن قانون العقوبات للجريمة المعلوماتية بكافة أنواعها وذلك في كثير من الدول العربية الآن التي تبنت باكرا لخطورة هذه الجرائم فأسرعت بسن وتشريع قوانين متخصصة بجريمة الالكترونية من أجل القضاء عليها ومحاربتها وأرى أن دولة بحجم العراق ليس أقل من غيرها من الدول التي تقوم بمثل هذه الخطوة الهامة لذا ناشدوا من خلالكم المشرع العراقي قبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب التركيز على بعض النقاط المهمة حتى نتفاد خطر الابتزاز الالكتروني أو الحد من ظهرة الابتزاز الالكتروني وهي أولا يجب أن نشر التوعية والتثقيف بكل المجالات في المدارس في الجامعات حتى نعرف المواطن بمدى خطورة هذه الظاهرة وماذا تعود على الضحية من أضرار نفسية وحتى ممكن تعرضها إلى الانتحار فيجب التركيز على هذه النقطة ثانيا يجب وضع تشريعات وقوانين خاصة بطريقة الاستخدام الالكتروني بالإضافة إلى قوانين خاصة بمشكلة أو بموضوع أنه يكون هناك عقوبة رادعة للمبتزين والنقطة الأخيرة والمهمة جدا يجب على كل ضحية تتعرض إلى الابتزاز الالكتروني أنها تتصل على القامة الخاصة بالابتزاز الالكتروني أو أنها تتجه إلى أقرب مركز حتى تقدم شكوه حتى ما تقع بعنف وهذه النفسية نفسيتها المبتز يمكن يعرضها إلى مشاكل عديدة وممكن بطول هذه المشكلة حتى سمعتها وسببها مشاكل مع العائلة إذن مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أتفقكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج الاشاء إلى اللقاء